محادثات السلام السورية والدعم الدولي الذي يقدم لهذه الدولة أهم ما تحدث بشأنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا بموسكو الروسية خلال الاشتماعي ركز المبعوث الأممي على الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في البلاد الاتحاد الروسي وأنتم كذلك شخصيا إلى جانب شركائكم لا سيما الولايات المتحدة كانت دعم الرئيسي لما نريده للعمل والتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا أما بالنسبة لوزير الخارجية الروسي فأبلغ ديمستورا أن موسكو ستدعم جهوده لإجراء محادثات مباشرة والشاملة بين جميع أطراف النزاع السوري كما هو الحال في أي صراع فإنه من الضروري توفير محادثات شاملة بحيث تهدف إلى إقامة حوار مباشر بين الجانبين نؤكد لكم أننا سندعم بشكل كامل هذه المسألة عن محادثات السلام بين وفد الحكومة السورية والمعارضة فقد تعثرت بينهما بسبب رفض دمشق الدخول في مناقشات بشأن احتمال ترك الرئيس السوري بشار الأسد السلطة في إطار عملية الانتقال السياسي لكن تقرر استئناف هذه المحادثات بين الجانبين في 11 أبريل الجاري بجنابة السويسرية ترجمة نانسي قنقر